لبسوا الحلق ورفعوا شعار الحلقان للجميع مش فرع معاهم ستات ولا رجالة المهم يبقوا على المودة نجوم الوسط الفني عملوا قلق على السوشيال ميديا وده بعد ما ظهروا هم لبسين حلق وكأنهم أجانب مش مصريين ولا تربوا على عادتنا وتقلدنا وأخرهم كان الفنان أحمد الفشاوي وقبله كان فيه فنانين كتير رفعوا شعار مصريين لكن خواجات تعالوا نعرف الحكاية موضوع الفنانين اللي رفعوا شعار مصريين لكن خواجات بدأت لما أحمد الفشاوي نشر صور لي وهو لابس حلق وعامل واش ممالي جسمه وده عمل ضجة كبيرة جدا وقتها لكن للأمانة إن الفشاوي حكايته حكاية عشان هو دايما بيسير الجدل سواء بقى كان لابس حلق أو لا وحتى لما بيتجاوز عشان يكمل نص دينه برضو لازم يسير الجدل بس الغريب بقى أن موضوع الحلق ده كان من أكتر الحاجات اللي خلت الجمهور تهاجمه يعني حتى ما فرقش معهم جسمه اللي مليان تاتهات بس لا إزاي يلبس حلق والأغرب من كده أن الفشاوي كان طلع واتكلم عن سر حبه للحاجات الغريبة وإنه ليه لابس حلق أصلا وقال إن الحلق ده ألماز مش أي حاجة يعني وكأنه بيديق الناس أكتر أما بقى اللي كان مفاجأة كبيرة للجمهور ومحدش كان مصدى إنه يلبس حلق ويعمل زي الخواجات هو الهضبة عمر دياب واللي ظهر هو هو لابس حلق أكتر من مرة وكمان بقى بيلبسه دايما في الحفلات بتاعته والجمهور بقى بيسأل طول الوقت ليه فنان كبير زي عمر دياب يعمل حاجة زي كده خصوصا وإن نجوميته تخطط العالمية وبيأثر على شباب كتير لكن الفنان عمر دياب معروف عنه إنه مش بيرد على أي انتقادات وملتزم بالمبدأ ده من ساعة ما بدأ ما سرته الفنية على عكس نجوم تانيين كتير دايما بيردوا طبعا وسط الكلام عن النجوم اللي رفعوا شعار فنانين لكن خواجات ما نقدرش طبعا ننسى ملك الروآن السيناريست تامر حبيب واللي معروف عنه إنه ما بيعترفش بالعادات ولا بالتقاليد واللي معروف عنه إنه بيحب الروآن والحفلات والجو الحلو ده وكمان بيحب الرأس دايما مع الفنانات خصوصا الفنانة منا شلبي واللي بتربطهم علاقة صدقة قوية جدا الحقيقة تامر لي شعبية كبيرة وناس كتير بتحبه جدا لكن برضو هو بيتعرض لهجوم كبير وده بعض ظهوره أكتر من مرة وهو لابس حلق وكمان طلع في أكتر من اللقاء تلفزيوني وهو لابسه ومش فارق معاه ده تأثيره إيه على الشباب ولا على تفكيرهم وقتها طلع تامر ورد على الناس اللي بتنتقده وقال والله كل واحد حر ويعمل اللي هو عايزه وربنا يشفي جميع وطبعا الكلام ده عمل ضجة ويزود الهجوم على تامر حبيب ومعانا كمان الفنان شادي شامل واللي كانت شهر بسبب الشبه الكبير بينه وبين العندليب عبدالحليم حافظ واللي كان طلع قبل كده وقال أن عادي أن الراجل يلبس حلق لو عنده مناسبة معينة أو حتى خروج مهمة ومش بس كده ده كمان طلع وقال أننا في البيت بقعد بالجلبية زي زي أي حد بس بحب ألبس حلقان وأنا خارج ودي بقى كانت قصة الفنانين اللي رفعوا شعار إحنا من الشرق بس عايشين عيشة الخواجات واللي خلت الجمهور يهاجمهم أنتو كمان قلوا نرأيكم في موضوع لبس الفنانين للحلقان